ألف مرحب لبرج الدلو. برج الدلو اللي سمعت في حدا قلي ان برج الدلو مش عاجب العجب ولا الصيام في رجب. بس انا ما صدقت. برج الدلو. برج بقوله عنه شايف حاله بس انا عن تجربة. هو مو شايف حاله هو الناس ما عم بتفهمه صح. هو شوي خجول. فهذا الخجل بيخلي الناس تفهمه الطريقة انه هو شايف حاله او مغرور. لانه ما عم بيفوت بالاوساط تبعيدهم. فبرج الدلو بتمنى لكم قراءة. بتمنى لكم ثلاثة اشهر حلوين. رائعين مثلكم. لانه يا جماعة قد ما قلت لكم عن طيبة برج الدلو ما حتسده قدش هو يعني مباشر. هو اللي بنده بيقوله. بنده يزعلك. بنده يعصبك. هو ما عنده مشكلة. لازم يقول اللي في قلبه. بناء على قناعاته وانا معه. يعني الصدق في كثير من الاحيان بيكون هو الحل للمشكلة احسن من المجاملات الكتير اللي ما الها داعي ولا بتحل اي مشكلة. برج الدلو. برج الدلو بالفترة الماضي كنت تهتم بكل اللي حواليك الا انت. كان في غدر كان في خيانة. يعني ثلاثية يعني في كان ثلاث اشخاص انت واحد منهم هدول التنين كانوا متفقين عليك في موضوع الشغل. لكن انت انت فصلت عليهم وخلصت من هاي المرحلة. لكن عندك خوف دائم. لا مبرر له انك انت يصير معاك مشاكل. الحمد لله الفترة الجاي خالية تماما من المشاكل. يا رب يا رب انه تزوطي القراءة على الكل لانها من احل القراءات اللي شفتها. يعني كنت اسير الاحزان وكنت ما بعرف كتير متحمل من اللي حواليك. لا بلشت تهتم في حالك. في انت شو بدك؟ انت شو حابب؟ وهي شي كتير 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 هيغير الامور من حواليك. دائما انا بقولها يا جماعة انه الامور من حواليك مات بتتغير لما انت من جواتك بتتغير. لما افكارك بتتغير اللي حواليك كله بتغير. اذا انت كنت بتهتم باللي حواليك وهم ما بستاهلوا وكنت تضحي عشان هم وهم عم يحكوا عليك من وراك. هذا الاشي يسبب لك قلم كبير. بالاخير توصلت الحمد لله يعني انه توصلت يا برج الدلو انه تهتم في حالك شوي وتنسى التانيين. خليني اهتم في حالي انا شو بدي انا شو بحب انا شو بدي احقق بالفترة. اه الجاي. اه بنت برج الدلو عندها فرحة كبيرة. والشاب كمان. لكن البنت اكتر على الصعيد العاطفي رح تحقق جميع احلامها في شخص واحد. اه في شخص عم براقبها. الو فترة طويلة جدا. اه شخص شبه مثالي. هذا اللي نبين من الورق. ولذلك اه فهو بده حدا متله. عشان هيك كان متخوف. بس هو بالفترة الجاي رح يتقرب منك يا برج الدلو. بس بدك تاخد الامور تفكر فيها شوي وتفكر بحالك. هذا الشخص رح يكون اه بيشتغل في مجال ما بعرف ازياء او تاجر يعني ببيع ازياء ما بعرف او ديزاينر. اه فاشن ديزاينر. اه. 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 بالاول رح يكون في صد من ناحيتك. لكن اه بالاخير رح تستوعبه لانه هو شخص مبين انه مصمم مصمم. يعني ما حي يعني ما حيخسر من الجولة الاولى. بده يحاول مرة واثنين وثلاث ليشربك اياها بالمعلقة. هو كتير بيحبك هذا الشخص عفكرة. مش بس براقبك. هو كمان في اه حب وفي معرفة قديمة. بس انت ما بتعرفه متل ما هو بيعرفك. لانه هو بتابع اخبارك الو فترة طويلة. فاللي ببين عندي انه عم بتابع اخبارك الو فترة. وبيهتم بالموضوع. انت ولا على غالك. لانه انت شاغل امورك باللي حواليك باخوانك. حلو الواحد يهتم باهله. حلو الواحد يهتم باصدقاؤه. لكن ما ننسى انفسنا يا جماعة. كمان انا يعني شو بحب وشو بدي اسير وشو بدي احقق. يعني هاي الامور كلها اه تمام. رح تيجي عليك فترة يا برج اه الدلو ما بتعرف وين دك تحط الفلوس. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني عندك كفرة مادية كبيرة. اه جيدة من الطاقة الكونية. واك انه فيه ما بعرف متل بنك عم تصرف منه وما عم يخلص. اه ما بدي احسدكم. ويا رب هاي القراءة تصبط على اكتر. اه مع انه برج الدلو ما بيهتم كتير بالمادة. بيهتم اه كتير بالامور العاطفية. لكن ما بيبين عليه. هو من جوه بتأمل او حلمه انه يكون اسره. حلمه انه يكون علاقة اه يعني علاقة حلوة مع انسان اه بيحبه والحب بيكون متبادل. لكن ما بيبين ابدا اه برج الدلو. اه هذا الاشي في شخصيته. فانا بقولك انه انه انت من الناس العادلين في حياتك. ومتل ما مر عليك كتير امور سيئة رح بتمر عليك امور بتجنن بتعقد. فما اتمل وما تيأس. اه الامور هتبلش تتزبط من اه نص الشهر. هاي الفترة كلها هتراح تكون بتير حلوة. اه شهر تسعة او عشرة احتمال يكون في زواج من نفس هذا الشخص. لانه ما في شخصين. ما في عندي اكتر من شخص. عندي شخص واحد هيظهر في حياتك. هو هيكون الاول اه والاخير. وانت ما هتنتبهله من البداية. هتفهم الموضوع غلط كالعادة. ورح ما تهتم فيه. بس هو رح يكون مصر انه يكون هو الملاك تبعك. اللي رح يحل لك كل مشاكلك. وفعلا هو قدتها وقدود هذا الشخص رح يكون عادل. اه وما ما هيظلمك متل ما كتير ما تعرضت الظلم في اه مع اشخاص تانيين في الشغل وفي العاطفة. لا هو رح يعودك عن كل اللي مر. وقلت لك لبرج الدلو. اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر